موسيقى زي ما شفتم على الشاشة دلوقتي مدارس سيكم وشفتم ازاي بيأهلوا الشباب علشان يتعلموا وازاي يقدروا يخرجوا بمهنة لسوق العمل ويبقى صنايعي محترف بس هيبقى صنايعي متعلم عنده من التكنولوجي الحلو ده انا شخصيا انا كشافكي مهتمية جدا بالتعليم الفني ونفسي قوي وبوعدكم من التاسعة هنا ان احنا نفضل موجودين في الملف ده نتابعه وندعمه ونتكلم فيه ولان انا شايفة انه هو مش دور الدولة الوحدة صدقوني انا دايما مؤمنة الدولة متخلقتش عشان تبقى بابا وماما احنا بقى كمجتمع مدني عندنا دور كبير جدا بالعكس يمكن يكون دورنا في المجتمع في التعليم الفني دلوقتي في الساعة دي اكبر بكتير كمان من دور الدولة ليه؟ بنسأل نفسنا كده كلنا فين الاستواط فين القسطة الموهوب المبدع راح فين؟ اختفى فين الصنايعي والحرفي انت دلوقتي لما تيجي تشوفه ولا تنزل المناطق تبقى بجد بتدور كل شوية مش حضراتكو تقول ايه؟ انا بس تسأل انا عايز سباك بس بقى قسطة انا عايز واحد حرفي انا عايز حد خراط حرفي انا عايز بتاع زجاج حرفي يعني انت بدأت تنتبه بانه في حرف كتير ما بقتش موجودة لانه الاصحاب الحرف دي بعد فترة القسطة والصنايعي والراجل الشيئي زمن كبير جدا عشان يبقى له قس ما بقاش موجود طيب التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول سنة 1829 بدأت مدرسة اسمها المدرسة اللي كانت بتدرس مدرسة الدرس خانة الدرس خانة دي كانت موجودة فين قريبة كده من تلفزيون عند البرلمان كانت بتدرس اصول الزراعة اكتشفوا انه ماينفعش دي تعتبر فيه وسط البلد ماكانش في المنطقة دي فيه اماكن زراعية فبدأوا يقولوا طيب دي تدرس بقى الدواوين وحكت الحكومة عملوا بقى مدرس تانية في مناطق تانية شبرالخيمة نبرو في حتة تانية يبقى فيها مناطق زراعية يعلموا الناس انا بكلمكم على تاريخ 1829 طيب نروح بقى لـ 1834 نلاقي انه بدأت مدرس تانية ايه المهندس خانة ويعلموا الصنايع ويعلموا كل ده كان فيه نهضة كبيرة وقفت ليه وإيه اللي حصل والتعليم الفني راح فين؟ مين المسؤول؟ المجتمع اللي بدأ يبص للحرة فيه لا 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 بنتي ما تتجوز واحد يا ابني تدخل صنايع ليه؟ ما تدخل صنايع عامة ده انت جايب مجموع كل القصص دي لازم بجد نواجه نفسنا فيها ونتكلم فيها بالمفتوح لما يخبب على باب بيتك النهاردة ولد صنايعي متعلم زي الفل مش لازم تسأله على الصنايع العامة ده هو معاه حاجة ربما تكون أحسن من الصنايع العامة خلينا نروح لأصحاب الدولة ونشوف برضو نمد إيدينا ونعرف بيفكروا في إيه وبيقدموا إيه دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني بساء الخير يا دكتور بساء الخير يا فنم بساء الخير بتقدم إيه وغيرها من التعليم الفني